بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسدين من بين الآيات التي تتحدث عن موقف المستضعفين الذين استضعفوا أنفسهم وكانوا قادرين على الأخذ بأسباب القوة فأخضعوا إرادتهم لإرادة المستكبرين وساروا كما يرادوا لهم أن يسيروا من غير إرادة ومن غير إحساس بالكرامة الإنسانية هؤلاء الذين لا يعيشون الشعور بأنهم أحرار فيما يريدون وفيما يتخيرون بل يعتبرون أنفسهم تابعين للذين استكبروا ممن كانوا يستكبرون من أجل إمكاناتهم المالية أو إمكاناتهم السلطوية أو إمكاناتهم العسكرية أو ما إلى ذلك مما يملكه الإنسان بما يرخم شخصيته عند الناس لحيث يحتاج الناس إليهم في ذلك ويفرضون وبذلك يفرضون أنفسهم على الناس هذا موقف من مواقف يوم القيامة فهناك فريق من الناس في الدنيا عندما يأتي إليهم الرسل لينذروهم لقاء يومهم هذا عندما يحذرهم الرسل عما يلاقونه في هذا اليوم إذا لم يستجيبوا للرسالة ولم يؤمنوا بها بل تمردوا عليها ورفضوها فإن جوابهم أنهم يقولون للرسل بكلمة التحدي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يسألون الرسل عن التوقيت لهذا الوعد الذي يلاقون فيه يومهم ليقفوا بين يدي ربهم ليحاسبهم على ما عملوا من خير أو من شر والله لم يعرف الرسل عن موعد هذا اليوم ولذا قال في آية الأخرى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إلى ربك منتهاها ما حد يعرف شيء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون هناك ميعادان ميعاد اليوم الذي تفارقون فيه الدنيا ف لا تستأخرون شاعة ولا تستقدمون وميعاد اليوم الذي تواجهون فيه الموقف في القيامة ثم الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بل بالذي بين يديه لن نؤمن رفضوا الإيمان به على أساس التمرد ويصور الله موقف هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بهذا الموقف السلبي تجاه الإيمان ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضهم بالبعض للقول يعني كل واحد يحمل الثاني مسؤولية ما هو فيه عندما يرون الموقف الجدي في الحساب الذي يتطور إلى عقاب من خلال مواقفهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لأنه كنتم الحاجز الذي يحول بيننا وبين الإيمان ولا لولا أنتم بكل وسائلكم وبكل ما تملكون من مواقع القوة لولا هذا لكنا مؤمنين لأن الله جعل الإيمان فطرة في تكويننا فالله سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الأقيم فالله فطر الإنسان على أن يوحده فالتوحيد هو الذي يعني ينفتح بالإنسان على الله الواحد عندما يعيش الإنسان مع فكره ومع ذاته مستقلاً من دون أي تضغوط خارجية وقد ورد في الحديث النبوي الشريف كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ولا لو تركه أبوه اليهودي أو أبوه النصراني أو أبوه المجوسي لو تركه لنفسه لا اهتدى بفطرته إلى التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أذجاءكم بل كنتم مجرمين صحيح أننا ضغطنا عليكم باستغلال ما لدينا من مال وما لدينا من قوة ولكن ليس لنا أي قدرة على أن نسيطر على أفكاركم فالضغط على الجسد والضغط على الحاجات هذا لا يمكن أن يؤثر على الضغط على الفكر لأن الله خلق العقل حرا ولا يمكن لأحد أن يكره أحدا على أن يعتقد بواسطة الضغط نعم يمكن على أن يلقي إليه مسألة هذا الفكر بالوسائل وبالألعيب هذا الأسلوب وذاك الأسلوب على طريقة الإقناع في هذا المقام ورد الله سبحانه وتعالى قال للنبي إنما أنت مذكر رس عليهم بمسيطر يعني أنت تعطيهم فكرة وهم يفكر ويختاروا ولكن أنت لا تستطيع أن تجعل الإنسان غير المؤمن مؤمنا بضغطك ما تقدر لأنه الفكر لا يمكن لأحد أن يضغط عليه نعم الجسد يمكن أن يضغط عليه أحد ولذلك الأحرار في العالم نشعر لأنه قد يعذبون ربما يوضعون في الزنازين ولكن يبقى فكرهم حرا ويخرجون من السجن حرا حتى أن المسلمين الأولين عندما كانوا يعذبون بلال كانت توضع الصخور على ظهره على صدره في حر مكة حر الشمس في أيام الصيف وكان يقول أحد أحد وهكذا بالنسبة إلى ياسر وسمية هؤلاء أريد لهم أن يكفروا وضعذبوا حتى قتل تحت التعذيب ورفض أن يكفر لأن الضغط على الجسد إذا كان الفكر حرا لا يؤثر على الفكر فأنتم لماذا اتبعتمون نحن ما ضغطنا على أفكاركم وقال الذين تضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار خطتكم المكر هو الخطة الخطة الخفية التي يخطط لها الناس من أجل الوصول إلى أهدافهم الخبيثة من حيث لا يشعر الآخرون من خلال التهاويل من خلال الترغيب والترهيب واللعب على الألفاظ وما إلى ذلك بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب واجهوا العذاب أمامهم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يزون إلا ما كانوا يعملوه وهذا هو الواقع الذي كانوا يعيشونه أيضا في حوار كان يطوف أيضا بين هؤلاء وهؤلاء في بعض الآيات القرآنية في سورة الصافات يقول هذا يوم الفصل يعني عندما يقفون في مشهد القيامة هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون يعني عندما كان يحدثكم الرسل والأنبياء عن يوم القيامة كنتم تقولون أهذا كنا ترابا وعظاما أهنا لم بعوثون أو آباؤنا الأولون تستهل تبعدون الموضوع هذا الآن أنتم تشاهدونه عيانا وهو أمامكم احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يعني يأتي النداء من قبل الله أن هناك جماعة ظلموا أنفسهم بالكفر وبالتمرد على الله وكان أزواجهم أيضا كانوا مثلهم في الكفر والتمرد على الله وما كانوا يعبدون من هذه الأصنام أو من الأوثان البشرية التي كانوا يعبدونها من دون الله وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وجهوهم إلى طريق الذي يؤدي بهم إلى الجحيم وقفوهم يعني قفوهم قبل أن يدخل النار إنهم مسؤولون فالله سبحانه تعالى سوف يسألهم وفيسألهم عن الأسس التي ارتكزوا عليها في كفرهم وفي ضلالهم وفي تمردهم على الله سبحانه وتعالى قفوهم يعني قبل أن يدخلوا في النار إنهم مسؤولون ثم يتحدث عنهم كنتم في الدنيا يعني مجتمع الكفر مجتمع الضلال مجتمع الانحراف مجتمع الفسق والفجور كنتم تنصرون بعضكم بعضا يعني إذا فرضنا أنه حصل هناك أي تعدي على بعضكم فأن البعض الآخر يبادر لينصر أصحابه ينصر هذا البعض الآن مجموعين أنتم مثل ما كنتم مجموعين في الدنيا أنكم كنتم عشيرة أو كنتم حزر أو كنتم منظمة أو عصابة مثل ما أنتم بعضكم مع بعض كنتم في الدنيا الآن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله أيضا أنتم الآن مجموعين لماذا لا ينصر بعضكم بعضا ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون لأنه هالعنفوان الذي كان عندهم في الدنيا مواقع القوة ووسائل القوة التي كانت في الدنيا كل الظروف التي كانت تساعدهم في التحرك والتحدي ورد التحدي كلها ذهبت وكلهم آتيه يوم القيامة الفردة كل يقول يا رب نفسي نفسي ما في لا عشيرة ولا في حدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما في حدا ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون ضراف عين العشرة مثل ما نقول وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنتُ لماذا لم تؤمنوا وإحنا ما آمنا به ونحن نلاقي جزائنا إحنا ما جبرناكم على أن تكونوا معنا كانت حاجاتكم عندنا أجيت وخضعتم لنا من جهة حاجاتكم وقال لأحنا لم نجبركم على الكفر قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لكم لنا عليكم من سلطان الله ما صلتنا الله قال له لإبليس ولجماعة إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعه لي بدوا يمشي وراء ببنقول له يعني ما نضغط عليه لأنه سوف يحاسب على اختياره وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين أنت تجاوزت الحدود التي جعلها الله للناس فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون يعني الله سبحانه وتعالى جعل النار لمن كفر به وتمرد عليه وعصاه وطغى بل كنتم فأغويناكم أننا كنا غاوين يعني إحنا كنا غاوين إحنا طبعا أغويناكم لماذا اتبعتمونا في هذه الغواية فإنهم يومئذ في العذاب مشتركوا يعني الشخص الذي يظل والشخص الذي يظل مين لأنه الله خلق لهذا عقل ويحاسبه على حسب عقله وخلق لذاك عقل ويحاسبه على عقله والعقل هو حجة الله على عباده ولذلك ورد الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي أو فبي حلفت إياك أمر ما خلقت خلقا أعز علي منك يعني الإنسان قيمة الإنسان بعقله كرامة الإنسان بعقله عظمة الإنسان بعقله فعقل الإنسان أعز من الإنسان ما خلقت خلقا أعز علي منك إياك آمر لما أنا بصدر الأوامر بصدرها للعقل وإياك أنهى وبك أثيب بالعقل وما يوجه إلي إلى ما يوجهه إلى صاحبه وبك أعاقب أيضا في هذا المجال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون ثم الله بيّن إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم كيف كانوا بالدنيا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون تأخذهم العزة بالإثم ولا لا يخضعون لله سبحانه وتعالى لأنهم يرون أنفسهم أشباه الآلهة أو أنصاف الآلهة ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني عندما يرون الرسول الذي يأتيهم بآيات الله ويدلهم على طريق الهداية الذي يؤدي إلى الله كانوا يقولون هذا شاعر مجنون يتهمون وشو صير بعقله هذا حتى يأتينا لنترك تقاليدنا وعاداتنا وأصنامنا وأوثاننا ويقولون أن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق الله يرد عليهم وصدق المرسلين يعني النبي جاء وصدق كل المرسلين الذين جاءوا قبله إنكم أيها المجرمون أيها الظالون أيها المكذبون إنكم لذائق العذاب الأليم وما تزون إلا ما كنتم تعملوا يعني هذا الجزاء إنما هو من خلال العمل الذي كنتم تعملونه إلا عباد الله المخلصين هؤلاء الذين خلصوا لله سبحانه وتعالى وأخلصوا له إلا أولئك لهم رزق معلوم في الجنة فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين آعدين هيك كل واحد على كنبايا أو على يعني كرسي يقابل بعضهم جلسة أخوانية على سر للمتقابلين يطاف عليهم بكأس من معين من ماء صافي وحلو بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول يعني واحد المحروم من الخمر بالدنيا يشرب الخمر بالجنة والخمر بالجنة لا تأخذ العقل تعطي النشوة ولكنها لا تأخذ بالعقل ولا تتحول إلى أي شيء سلبي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يعني يحرمون وعندهم أيضا يزوج قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون يعني من خلال البياض الصافي الذي يتمثلن فيه فأقبل بعضهم على بعض هنا بعدين لما شافوا هذا الوضع هذا يعني فيه عباد الله والأيضا الظالين وهي بهالمناسبة بعض الناس وبعضهم كثير يعني من الرجال والنساء قل لك والله فلان له قرينة مثلا هذا المعنى والقرينة هيك عم تعملوا من الجن ومن كذا لا في قرينة ولا من يحزنون كلية لمن يجي وقال قرينه ربنا ما أطغيته القرين يعني الصاحب في كثير من ناس يكونوا طيبين بيصلوا بيصوموا وبيمشوا على الحاق لكن يصير عنده صديق بالمدرسة أو صديق بالعمل أو كذا يضله عن سبيل هذا القرين قرين فكل قرين يقول الشاعر وكل قرين بالمقارن يقتدي هذا والطبع مكتصاحب أخا ثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب والريح آخذة مما تمر به نتنا من النت أو طيبا من الطيب لذلك لا أحد يلعب بعقولكم ويقولوا والله إذا وحدها صار عندها صرعة أو صار عندها فالشيء والله هذه لئرينة وروح لحظ الشيخ لفلاني حتى يقراننا وحتى يعطينا كذا لا فيقرينة ولا شيء كليّة وهذه خرافات من خرافات الناس أنه ما بيصير الصداقة والمحبة والعاطفة هنا تجعل الإنسان الآخر يسيطر عليه وبحيث على أنه يتبع وكيف مكان لا لازم يظل عقلك معك حتى لو إجاك واحد بالعاطفة إجاك بالضغط قل له أنا عندي عقل بدي فكر ما مستعد أنا أخضع لكلامك أخضع لعقلك ليح أنت تحكي معي هيك وهيك أنا بدي فكر بعقلي وبيدي شاور العقلاء وبيدي شوف كلامك صحيح أو كلامك غير صحيح مش أنه أنت لمن يكون عندك صديق خلص أنه تمشي وراء صديقك وين ما كان لا لأنه بكرة لا في صديق ولا في قريب ولا في حدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها التفت هذه لأن كثير من الناس يؤخذ بالعاطفة الزوج قد يؤخذ بالعاطفة لزوجة اللي هي منحرفة أو الزوجة تؤخذ بالعاطفة لزوجها أو القريب يؤخذ لقريبه أو الصاحب يؤخذ صاحبه وما هذا هون هذا صاحبنا الذي ما استطاع صديقه وعلى أن يأثر عليه وعلى أن يضله قال هل أنتم جماعة شايفين طلعوا في النار لأن أهل الجنة كأنه يصير في الأعالي والنار كأنه مثل كأنهم بوادي قال هل أنتم مطلعون شايفين فاتطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في وسط الجحيم قال خاطبوا لمن شافوا قالت الله إن كدت لترديل كنت تريد تخليني أترد أنا في جهنم وأوقع في جهنم ولولا نعمة ربي لولا أن الله أعطاني الوعي وأعطاني الفهم وأعطاني العقل لفكرت فيه ورفضت ما دعوتني إليه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين يعني لمن نكون بيوم القيامة فيه ما أحد بموت هو الخلود في النار أو الخلود في الجنة إلا موتتنا الأولى يعني هذا بعد الإنسان يذكر الموت الذي كان انتقل فيه من الدنيا إلى الآخرة أما في الآخرة ما في موت لا موت هون ولا موت ولذلك أهل النار من شدة العذاب قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك يعني خلينا نموت قال إنكم ما كثون هون ما في موت بالدنيا كان في موت أما هون ما في موت فأفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا يعني لمثل هذا المصير في الجنة والنعيم الخالد لمثل هذا فليعمل العاملون نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم إنه أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين موسيقى 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 موسيقى